انتكاسة تلو الأخرى وهزيمة تلو هزيمة كانت كفيلة بأن تطفئ ذلك الوهجة الذي أحط به تنظيم داعش نفسه منذ بداية ظهوره فيما يشبه الحرب النفسية لدعم عمليات استيلائه أعلى مناطق مختلفة أعمال وحشية بثها التنظيم ضمن رسائله الإعلامية في إطار سعيه لتكريس صورة نمطية بأنه تنظيم مرعب متوحش لا يقهر لكن ذلك التقدم العسكري والعمل الإعلامي المرافق له بدأ يتلاشى اليوم بعد فقدان التنظيم لعدد من قادته العسكريين والإعلاميين ضمن الآلاف من مقاتله الذين سقطوا في جبهات مختلفة داعش فقد كذلك العديد من مناطق نفوذه وهيمنته بفعل العمليات العسكرية ضده في سوريا والعراق وليبيا ففي سوريا فقد داعش مواقع سيطرته في عدة مناطق أبرزها كوباني ومنبج وتدمر وأيضا مني بها زائم كبيرة في جرابلوس وآخر تلك المواقع التي فقدها في سوريا كان بلدة دابقة لتبقى الرقة معقله الرئيسي الأبرز في سوريا ضمن مواقع قليلة ما زال يحافظ عليها في هذا البلد ما دفع فرنسا إلى دعوة قوات التحالف إلى الاستعداد لشن هجوم فيها بالتوازي مع معركة الموصل في العراق فقد داعش مواقعه في مناطق عدة أبرزها الرمادي وتكريت وسنجار والشرقاط إضافة إلى الجيارة والفلوجة فيما بدأت عملية تحرير الموصل أكبر وآخر معاقله هناك وفي سرط الليبية حيث معاقل التنظيم في أفريقيا كانت عمليات الجيش الوطني هناك كفيلة بإنهاء سيطراته على المدينة ليبقى محصورا في أقل من ثمانية كيلومترات انتكاسة داعش وصلت إلى نيجيريا حيث جمعت بوكحرام التي باعته هناك وباتت اليوم تشهد تراجعا كبيرا انتصارات عسكرية ضد التنظيم تزامنت مع تراجع عملياته الإرهابية في أوروبا وحضور خافت لأعماله الدعائية ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول حقيقة ما يحدث داخل التنظيم وأسباب هزائمه المتلاحقة واحتمالات المستقبل القريب علي أعز الدين العربية